أغلقت هيات المراقبة المالية الأمريكية بنك واد السيليكون بسبب فشله في سداد الديون وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ما أثار المخاوف في السوق المصرفية وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جينت ييلين في مقابلة مع وسائل الإعلام منها تستبعد إمكانية إنقاذ الحكومة الأمريكية لبنك واد السيليكون قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جينت ييلين خلال مقابلة نجرتها شبكة التلفزيون الأمريكية سي بي أس معها في اليوم ذاته إن الحكومة ترغب في تجنب تأثير مشكلة أي بنك على البنك الأخرى وقد استبعدت إمكانية إنقاذ الحكومة لبنك واد السيليكون هذا وأصدر البيت الأبيض الأمريكي بيانا يوم السبت الماضي علن فيه أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى بحاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وذلك لمناقشة تدابير تعامل مع إغلاق بنك واد السيليكون دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل وقد أثارت هذه المشكلة المخاوف والذعر في مختلف الأوساط الأمريكية ويظهر مقطع فيديو نشر على الأوسائل التواصل الاجتماعي أنه يوم السبت الماضي بتوقيت الأمريكية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اصطفى عدد كبير من المودعين خارج بنك فيرست ريبابليك لسحب مدخراتهم وذلك بعد إغلاق بنك وادي السيليكون تحاليل إعلامية أمريكية ترى أن العديد من البنوك قد تتورط في أزمة مماثلة بما فيها بنك فيرست ريبابليك في يوم الجمعة ذبذبت أسعار أسهم هذا البنك بشكل كبير إذ انخفضت بنسبة أكثر من خمسين بالمئة وفي سياق متصل أصدرت الشخصيات في الأعمال التجارية الأمريكية تحذيرا قويا فقال ديفيد تافيلر الخبر المصرفي الأمريكي إن بنك وادي السيليكون يعد بمثابة ضحية لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بشكل مفاجئ وسريع جدا لذلك من الممكن التنبؤ بكوارث مماثلة وسلسلة ردود الأفعال الناجمة عن رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن تنتهي وهذا لا يؤدي إلى تباطئ اقتصاد وادي السيليكون فحسب بل سيعاني اقتصاد مختلف الأماكن في الولايات المتحدة الأمريكية وردا على استجابة الحكومة لهذه الأزمة أشار تافيلر إلى خلل وظائف البيت الأبيض والكونغرس مضيفا أنه لا يتطلع إلى اتخاذ الوطن لأي إجراء عملية كما حذر رجل الأعمال الأمريكي بيرني ماركوس المستهلكين من أن الركود ربما يكون قد بدأ بالفعل